وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 76 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 17 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة كما ضبطت قرابة 44 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فضلا عن ضبط 15 طن من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء هذا وضبطت الوزارة 613 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 85 قضية خبز ناقص الوزن و92 قضية خبز غير مطابق المواصفات إلى جانب ضبط قضيتين بمضبطات بلغت قرابة 3 أطنان من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية